اشتركوا في القناة مؤسسات الدولة المعنية بخطوات عملية لتحقيق هذه الأهداف على أرض الواقع من بين هذه المؤسسات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والذي قام بافتتاح عشرات الوكالات التابعة للصندوق لتسجيل المستفيدين من التغطية الصحية والاجتماعية والتي تنضاف أيضا إلى البوابة الإلكترونية والتطبيق الخاصين بالصندوق المزيد من التفاصيل يسرني أن أرحب باسمكم مشاهدين الكرام بضيف التحرير لهذا اليوم سيد حسن مبريكا المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سيد حسن أهلا ومرحبا أهلا وسهلا أهلا بك إذن اليوم نحن أمام خطوات عملية لتنزيل فعلي لورش طموح ورش أطلقه للأهل المغربي الملك محمد السادس يتعلق الأمر بمنظومة الحماية الاجتماعية في البداية أنتم طرف فاعل في كل ما هو اجتماعي داخل المجتمع المغربي خاصة في إطار التشغيل وسوق العمل والنسيج الاقتصادي المغربي ككل والفاعلين به كيف تنظرون لهذا الورش الطموح أولا كما قلتم فالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هو فاعل أساسي في منظومة الحماية الاجتماعية ونحن ندبره النظام العام للأجراء وكذلك النظام التغطية الصحية للأجراء منذ سنين أكثر من عقد بالنظام التغطية الصحية وأكثر من خمس أو ست عقود بالنسبة للنظام العام اللي يمكن أن نقوله على بصفة مختصرة فيما يخص المنظومة الحماية الاجتماعية هي أنها لعدة عقود كانت تقصي واحدة عدد كبير دي المغاربة حيث إذا استثنينا الأجراء دي القطاع العام أو الأجراء دي القطاع الخاص فالعمال غير الأجراء المصرح بهم تريد أن تقول المصرح بهم فالعمال غير الأجراء لم يكن يشملهم أي نظام وهذه الوضعية غير طبيعية لأن كما تعرفون فكلنا معرضون لآثات وآخطار في مدى حياتنا أولا خطار مرض ممكن أن نصبر بمرض هناك كذلك أخطار أخرى كفقدان الشغل وكذلك أخطار أخرى كذلك يعني الشيخوخة إنسان متعامل كي مشي تقاعد كي تقرصوا ما عنده أي مدخول وكي مشي يدخل في واحد يعني الإطار دي لها شاشة كبيرة فإذا يعني هذا الوضعية لم يكن لها تستمر وهنا فاش جاء هذا الورس الملكي الكبير في الحقيقة أعطى الانطلاقة دي صاحب الجلالة محمد السادس نصر الله من خلال خطابين دي الافتتاح الدورة الخارفية دي البرلمان في 2020 في 2021 اللي جديد وهو أن الآن جاء واحد الإطار واحد قانون الإطار لي أعطى واحد الجدولة الزمنية محددة اللي هي من 2021 إلى 2025 باش نستكمل هالمنظومة دي الحماية الاجتماعية لكي تشملها جميع المغربة كان فعلا واحد القانون ليعطى واحد نظام لغير الأجرة لهذا القانون صاد قريب البرلمان منذ بضع سنوات أربعة وخمسة سنوات لكن من يشفنا الأجراء ديالو تقريبا إلى حدود السنة الماضية فقط ربع لاف إلى خمسة ألاف يعني عامل غير أجر فعلا تم إدماجه في هذا المنظومة دي الآن مشينا الواترة دي هي سريعة بفضل هذا الالتفات المالكي وبفضل هذه الرعاية لصاحب الجلدة جميل هي نقلة نوعية هي عقد اجتماعي جديد بين الدولة والمغاربة هي أساس متين للدولة الاجتماعية الذي تحدث عنها السيد الرئيس الحكومة وبالتأكيد هناك أوراش ملكية كبرى تصب في هذا المجال كيف تنظرون؟ أكيد لديكم تجارب عديدة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تنظرون إلى دول حديثة في أوروبا الغربية في أمريكا في كندا وكيف تتعامل في هذا الشق الاجتماعي تحديدا أين يمكن أن نرى المغرب في حال تطبيق هذا المشروع الرائع أولا إلى أشياء من ناحية تاريخية كيف شهد منظومات الحمال الاجتماعية تم بناءها في دول كإنجلترا أو كفرنسا أو في دول أوروبية أو كيف تطورت فبعد المسائد هي يعني بعد العوامل التي هي أساسية أولا كيف تكون واحدة الرؤية واضحة كيف تكون واحدة العزيمة سياسية كبيرة وكيف تكون واحدة جدولة زمنية محددة جميع هذه العوامل الحمد لله الآن متوفرة وكان دون إن شاء الله إذا من نجح هذا الوبرش إن شاء الله في 2025 ستستكمل هذه المنظمة ستكونوا في الحقيقة متختخرين كبلد إفريقي وبلد عربي تقريبا من بين البلدان الأخالي اللي سيكون عندهم منظومات الحماية الجماعية كتشم الجامعة المواطنين هذه فعلا نقلة نوعية كبيرة وهذه كان سمعنا ثورة مجتمعات ثورة اجتماعية وهدفها بناء الإنسان فعلا المغرب استثمر الكثير في بناء البنيان الحمد لله لدينا بنية تحتية محترمة جدا ومؤسسات وورش إصلاح الإدارة وأمور كثيرة جدا ولكن أكيد أن تصون كرامة الإنسان وتحمي حقوق عدد كبير جدا من المواطنين غير الأجراء الذين يعملون في القطاع غير المهيكل أكيد سيكون لها نائكاسة صندوق الوطني للضمان الاجتماعي قام بخطوات عملية بدأتموها في بداية هذا الشهر الذي نعيشه اليوم من أجل أن يكون هناك تشجيل وانخراط من المشتركين الجدد حبذا لو حدثنا عن الأمور اللوجستيكية الإمكانيات البشرية والتقنية التي تم توفيرها وأيضا هذه الفئة المستهدفة التي ستستفيد في سنة 2021 وسنة حدث أكيد العام المقبل للفئات الأخرى التي ستنخرط في هذا المجال وفي حقيقة الاستعداد دينا ما بدأش هتشر أكيد منذ ربما الإعلان منذ الإعلان على صندوق الوطني الدمام الاجتماعي هو الذي سيخطيرها كمؤسسة لإدماج هذا العمال غير الأجراء وبدأ إن شاء الله كذلك هذا الكندس الذي يستفيد من مساعدة الطبية رمض بدنا العمل يعني جوج دي المحاور المحاور الأول هو أن توسيع الشباكات دينا لأن لا بد أن نكون قريبا من المؤمنين والمواطنين فمثلا الشباكات دي الوكالة دي الصندوق الوطني الدمام الاجتماعي لعدد دي الوكالات تقريبا 110 إلى 120 وكالات الآن إن شاء الله حدثوا 50 وكالة جديدة في خلال الأسبوع المقبلة وهذا تسريع دي الوطيرة دي الإحداث الوكالات ستسمى إن شاء الله في 2022 المسألة الثانية وهو أحدثنا كذلك وكالات متنقلة لماذا يمكن أن نمشوا مثلا في المناطق النائية أو في القرى هذه وكالات المتنقلة يكون لديها على حسب كل جهة برنامج أسبوعي يمكن أن نمشي في ذلك الأسواق الأسبوعية حتى تمكن أن الناس يمكن أن يحطو لك الملفات التعويضات الطبية ويقدروا جميع الأغراض التي تتعلق بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المسألة الثالثة دائما في إطار تقريب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من المواطنين دلنا اتفاق مع الشباكات القرب الشباكات القرب هي كنعرف مثلا بريد كاش شعبي كاش وفا كاش ضمان كاش وكالات بنكية وكالات بنكية للأداء ليس وكالات البنكية تقريدية ولكن وكالات البنكية للأداء تقريبا هناك 2100 نقطة كتشمل جميع جهات المملكة وهي موزعة بطريقة كتيفة على التراب الوطني هذا هو ربما الرقم 2023 وكالة ومركز وفرع في غضون انتشار تجريجي تقولون في 2022 إن شاء الله هذا في الوكالات القرب بذلك لأنه مثلا في ناحية التجيل كانوا يمكنهم تجيلوا في الوكالات هذه الوكالات القرب إن شاء الله من دابل الآخر دي لهذا الشر يعني أنهم من كلهم نضعوا الملفات الطبية دي لهم فهذه الوكالات دي إن شاء الله إذن المحور الأول وهو تقريب صندوق الوطني الضماني اجتماعي من المواطنين عبر توسيع شبكة ذاتية دي لنا وعبر كذلك إبرام اتفاقيات مع شبكة اللي هي الآن محدثة المحور الثاني وهو الرقمنا وهذا محور مهم جدا ورش دولة ورش دولة ورش دولة والحقها ما كديش رقمنا غير باش نديروا الرقمنا الرقمنا يعني عندها جوج دي الميزة أولا أنها كتوصل وكتسهل يعني المساطر وكتسهل يعني المعالجة بالفات وكتسهل يعني الحياة اليومية للمؤمنين للمؤمنين تجنب الاكتظار تجنب التنقل لكبار السن تجنب تنجابيات كثيرة فعلا الحاجة الثانية هو أن تكلفة ديلها جد من خفضة بالمقارنة مع إحداث وكالات مثلا أو توسيع شبكات توزيع هذا الشبكة توزيع هذا جوج الجواني بالمحور الأول توسيع الشبكة يعني ذاتية وكذلك إبرام اتفاقيات المسألة الثانية المحور الثانية هو الرقمنا ضرنا واحد الجوز لي هو كبير وإن شاء الله هذا الجوز بدأ كيعطيل طمار له الحقيقة أنا جئت للصندوق الوطني الضمان الاجتماعي منذ تقريبا عشر أشهر وكانت عندي واحد الحاجة للحظة هو أن الصندوق الوطني الضمان الاجتماعي كانت عنده ثقافة ديل الرقمنا لأن مثلا إذا أخذنا البوابة ديل ضمانكم الآن تقريبا 98% ديل الشركات تصاريح ديلهم عبر البوابة الأداءات الشهرية تتم في حدود تقريبا 97% عبر البوابة وإن شاء الله في مارس ستولي 100% عبر البوابة كذلك هناك تطبيقات أخرى مسائل أساس تقطع العمومي منخرط لجد فاد البوابة ضمانكم كما تعلمون فاد صندوق الوطني الضمان الاجتماعي لحد الآن يغطي الأسراء القطاع الخاص يعني القطاع العمومي ما لدينا شي علاقة معه من ناحية الحماية الاجتماعية حيث أنه مثلا التغطية الصحية كان لك نوبس أو الآن تولي لك ماب ومن ناحية ديل التقاعد كان صندوق المغربي للتقاعد وذلك النظام الجماعي لمنح الوطني بالتقاعد ولكن اللي كان قول الآن كانت واحد ثقافة كبيرة في صندوق الوطني الضمان الاجتماعي عبر البوابة ضمانكم عبر التطبيق الهواتف الذكية في صندوق الوطني الضمان عبر البوابة كذلك في صندوق الوطني الضمان الآن مثلا جميع تحميل الشواهد لا يحتاج شهادة مثلا تصريحة أو تصندوق الوطني الضمان لا يحتاج إلى الوكادة يمكنني من الدار عبر البوابة نخرجها وهي شهادة موطوقة لأنه لدينا وحدة وسائل لكي نفعل المراقبة أضفتم شيء آخر 025-19-40 هو رقم مفتوح للاتصال للاستعلام لمعرفة كل ما يمكن معرفته حول هذه المنظومة الخاصة بالحماية الاجتماعية فعلا يعني دائما في المسائل يعني في هذا إطار ذلك الرقم فدلنا جوج المسائل المسألة الأولى هي دلنا واحدة المجيب ألي ما شغلك أعطيك بعدومات ولكن مثلا لا بغيتي تأخذ حتى ذلك الرقم السري ديلك أو لا يعني تأخذ يعني لدخول ذلك الفضاء الخاص ديلك في ناحية البوابة كيمكن لوجوء لهذا المجيب المجيب الألي وكذلك قدرنا واحد يعني للمراكز ديال النداء هي اللي ذكرتوا فيها الهاتف في دا الاتصال الناس كيمكن لهم المؤمنين يمكنهم يتصلوا في ديك المراكز الديدة وكانتهم واحد المساعدة ونواكبهم جميع المساطير الإجراءات لا ديال تجيل ولا درع نفكر بالرقم هو 05 20 19 40 40 وأيضا البوابة www.masinss.ma فأمور ميسرة الحمد لله لمن أراد الانخراط والاشتراك أو حتى التعرف على تفاصيل أكثر حول هذا المشروع بمعنى دخلنا مجال انتشار صندوق الوطن الضمى الاجتماعي هناك 12 جهة في المملكة المغربية تطمحون لتغطية كل الجهات بمراكز جهوية شبكة دينا من الضمى بصفة تالية بطريقة تالية هناك وكالات بفحقها بموجودة في جميع الجهات تالية المملكة المغربية وكين مديرية جهوية لدورة ديالها هو التنسيق بين هذه الوكالات وكذلك تمثيل صندوق الوطني الضمان الشنماعي على مستوى الجهة الآن يعني عندنا ما كنطيوش جميع الجهات تالية المملكة ولكن ان شاء الله وهذا يعني كنصرح بها اليوم يعني حصريا وهو أن ان شاء الله في عام عام 2028 قاعدين حدثوا مديرية جهوية في الجهات ما كنش فيها الآن هذه المديرية الجهوية كين فعلا جهة ديال الداخلة كين ديال قلميم ودنون كين الجهة ديال بني ملال وكين الجهة ديال الراشدية ان شاء الله عندنا برنامج أن في عام 2028 نغطيو جميع الجهات ديال المملكة المغربية عبر مديرية جهوية مشفاقات عبر وكالت جميل جدا إذن هذا خبر حصري لضيف التحرير الجهات التي لا يوجد فيها مديريات جهوية كما تفضلت الداخلة والذهب قلميم ودنون وأيضا جهة بني ملال الخنيفرة وجهة راشدية فأمر جميل جدا وهو أيضا يدخل دمنا مسلسل انتشار التدريجي ربما لكم كصندوق اليوم بدأتم عملية الاستفادة والانخراط فيما يخص فئة غير الأجراء وأيضا أسرهم حدثنا عن هذه الفئة وما هي الفئات المستهدفة أيضا في يناير أو حتى في مارس المقبل فئات اللي الآن يعني تم بداية ديالتسجيل ديالها هي الفئات لصدر المراسم متعلقة بها خلال يعني كانت مصادقة على المراسم في الأسبوعين الماضيا من طرف المجلس الحكومي وهو حقا الحكومة أعطت هنا واحدة انطلاقة يعني مهمة وسريعة لأهد الورش الملكي الكبير هناك ثقف زمني فعلا وقانون المالية يعني أعطى المبالغ المالية المرصدة لهذا المشروع بالتالي لماذا التأخير؟ بأعلا شنو شنو يعني الفئات هذه هناك الصناع والتجار يعني مشمولين بذلك المساهمة المهنية الموحدة كذلك التجار والصناع اللي كيمسكو محسب المقاولون الداتيون الموطقون والمهن شبه الطبية والطبية يعني إلاخذينا المجموعة دياله الناس اللي كنين في هذه الفئات هذه تقريباً اللي توصلنا بمعطيات ديالهم عندنا تقريباً 660 ألف شخص واللي المجموعة اللي قدروا نصلوا إن شاء الله في المستقبل يمكن نوصل تلك 960 ألف ديال بالنسبة 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 الطبية والشبه الطبية فحنا درنا تجيل تلقائي ديال هذي النساء اللي عندنا المعطيات ديالهم ولي عندنا أرقام ديال بيطاقة الوطنية ودرنا يعني لديهم جميع المعطيات صحيحة يجيل الملف ديال جاهز غادي يلقى بأن عنده رقم ديال تجيل في الضمان الاجتماعي اللي عندنا الهاتف دياله كان رسوليهم رسالة نصية كندعوهم كان أعطيهم كل مراكم تجيلتوا في الضمان الاجتماعي هالرقم ديال تجيل ديالكم ضيخل لكم دخلوا أحسن يمشوا على البوابة دخلوا البوابة عاد يأعطي واحد المعطيات ديالهم بما فيها مثلا رقم الهاتف إلا عندهم هاتف آخر البريد الإلكتروني ومعطيات أخرى ويمكن لهم يستخرجوا ذلك الشهادة ديال التجيل وكذلك يصرحوا بالعائلات ديالهم يعني الأزواج ديالهم والأطفال باش إن شاء الله يمكن لهم يستفدون التعويض على المرض إذن كان ندعو جميع المؤمنين ديال أولى هالناس اللي كينتعاموا لهذه الفئة في شملات هالمراسيم أنهم يمشوا البوابة ديالنا دوبل في دوبل في جميل ويستكمدوا الإجراءات ديال التجيل باش إن شاء الله يتم تعويض ديالهم الفئات الأخرى كان برنامج زمني وهو محدد كانت مننا إن شاء الله أن من دبل مارس أو لأفريل نكونوا نشملنا جميع دمجنا جميع الفئات ديال عمر غير الأجراء بما فيها الفلاح والمزرع عندك الفلاحين المهنيين مقدمي الخدمات فائدا هناك فئات عاملة كثيرة جدا هناك فئات عاملة كثيرة نحن نشتغل مع الوزارات الوصية على القطاعات هذه ونشتغل مع وزارات الاقتصاد والمالية مع جميع الفاعلين على أساس أن إن شاء الله في مارس أو لأفريل نكونوا يعني أتممنا العملية ديال الإدماج ديال باقي الفئات ديال العمر غير الأجراء يعني الأداء والاقتطاع الاشتراكات يعني أداء مباشر كي نجوز طرق إذا أخذنا مثلا الفئات التي تنتابي لمساهمة النهانية الموحدة فهذه الفئة هذه كما تعرفون التي تخلص الدريبة ديالها كي تخلص معها واحد الواجب للاشتراك للحماية الاجتماعية فهذه ما كانش اقتطاع لهم من عندنا ما كانش أداء مباشر يعني تسمع دغوة كمبلمونتية يعني في حالة قلنا يعني ماشي دريبة لأنه لا على المستوى الاقتطاع الخاص بالمنظومة الحمال الشمالية نعم فهذه الفئات هذه لم يكن اقتطاع مباشر وكان فئات يكون اقتطاع مباشر مثلا إذا أخذنا المواتقون أو المهن الطبية وشي بالطبية فمن يكا يدخل البوابة نحنا نطلبو لهم الرقم الحساب وذلك يعني الانتوريزاسيون ديال الاقتطاع ذلك الرخصة ترخيص بالاقتطاع باش مثلا الاقتطاع الشهري ديالهم من ناحية الاشتراكات في الضدام التغطية الصحية يكون هذا الاقتطاع سليس وما يقعش في بعض المشاكين اللي يمكن يدون أن نتفرض عليهم مثلا ضعائر أو ما غير ذلك جميل المسلسل مستمر فيما يخص منظومة الحمال الاجتماعية فيه تأمين الإجباري عن المرض ولكن فيها أيضا تعويضات العائلية وأيضا فقدان الشغل ومن ثم في 2025 سيكون أكيد توسيع قاعدة المنخرطين في التقاعد اليوم بالنسبة لكم أنتم في الصندوق مساء الأجراء واضحة والسقف زمني يسمح بتنفيذ كل ما تطلبوا هذه المنظومة لنحقق الرقم الذي نريد بالنسبة للمعرض ما لدينا أي اختيار أخر الاختيار الوحيد الذي لدينا وهو أننا ننجحه في هذا الورش الملكي الكبير ونكون في مستوى الانتظارات صاحب جلال نصر الله وفي مستوى الانتظارات المواطنين المغربة فصندوق الوطني الضمان الاجتماعي يجب جميع الوسائل التي لديه لكي ننجح إن شاء الله في هذا الورش جميع المتدخلين في هذا الورش لأنه بما فيها القطاعات الوصية أو فاعلين آخرين يدعب وجميع الوسائل لكي ننجح في هذا الورش إذا كنت تغطية الصحية ينبقي للمرحلة أخرى قبل ما تتم من 2020 وهو الإدماج لذلك الناس التي يستفيد الآن من الرمض من مساعدة الطبية فالبرنامج الذي استرناه هو أنه في هذا الجزء الأول سنة 2022 نستكمل الإدماج العمار للأجراء على أساس أن هذه الناس التي عندهم نظام المساعدة الطبية يتم إدماجهم امتداء من شهر أمور ميسرة لأن معطياتهم موجودة أمور ميسرة لأن المعطيات موجودة وكذلك لا يوجد قطاع للشراكات لأن الدولة هي التي تحمل المساهمات لهم من لم يصل إليهم الصندوق وحتى الشركاء الفاعلين ما الحل بالنسبة لهم توسيع حملة التواصل مثلا زيادة في عدد الوحدات المتنقلة لتصل إلى بعض المناطق أو بعض الفئات المجتمعية التي لم تتعرف حتى ربما على هذا الورش الكبير وعلى الخدمات التي قد يقدمها الصندوق هو في الحقيقة إلى تعميم التغطية كيخصو يشمل جميع المواطنين المغاربة هذه هي المبدأ و المنظومة التي يتم أجراء لها سوف يفيد الاتجاه هذه نجوج لحواج المهمة قلت على القضية التواصل على أساس أن الناس يدخل بصفة أكبر في هذا النظام الذي كنت ذكر ما هو نظام اختياري لكن قلون التغطية الصحية الإجبارية يعني الإنسان الذي يكون في الفئة الذي يخرج المرسوم لها لا يمكن أن هذا الإنسان يقول أن لا سوف نساهم لا نصرح لا نضم لهذا النظام هذا هذا النظام هو إجباري يجب أن نتوصل مع المواطنين أكثر يجب أن نقنعهم أن صالح لهم بعد كان فئة أخرى وهي فئة العمال حد الآن نعرف فكل شيء كان واحد عدد العمال لما لا يأتي متصرح بهم صحيح ولا يمكن أن تتكلم على القضية القطاع غير المهيكل إذا كان هذا هو السؤال من فئات كيف يمكن أن نشمل فئات كبرى والآن تخشى ربما المساهمة الموحدة ولا تعرف عنها الشيء الكثير ولا تعرف حتى عن الامتيازات التي قد تقدمها هذه الخطوة جوز المسائل ولكن لا يصرح أي ما كانش في القطاع المهيكل هنا الدول أعطت الوسائل تصريح حدثت هذا النظام المساهمة الموحدة هذا علش باش الناس يندمجوا فالإطارها ووضع إصلاح السياسة الجبائية للمملكة فعلا فعلا اختصار سمحت لأنه تقريبا الوقت انتهى في هذا الإطار المعنيين بالأمر في القطاع غير المهيكل المعنيين في قطاع الموحدة كان طلبوهم أنهم يمشوا أما في إطار المساهمة المهنية الموحدة أو في إطار آخر مثلا المقاولة الداتية باش يمكن لهم يستفيدوا من نظام التغطية الصحية وشيف صالح ذلك وأسرهم وأولادهم وأبناءهم حتى ما بعد التقاعد أو ما بعد سن الشيخوخة فإن هذا الأمر يكون ساري به العمل نظرا المساهمات المقدمة من طرفهم وصلنا سيح حسن لنهاية الحلقة أشكرك جزيلا شكر حسن بوبريك وأنت المدير العام لصندوق الوطني للضمان الاجتماعي شكرا جزيلا أتمنى لكم التوفيق في هذا الورش كطرف فاعل ورئيسي في تنزيل مضامنا بهذا مشاهدين نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة مضيف تحرير لكم أجمل تحية أينما كنتم وإلى اللقاء شكرا جزيلا